بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 51 لمجلس الوزراء الأربعاء الموافق 20 كانون الأول 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة أعياد الميلاد وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني باعتبار يومي 25 و 26 من الشهر الحالي عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي أيضا وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بشأن تسهيل منح وتمديد سمات الدخول للمشاركين في معرض بغداد الدولي إلى حين انتهاء الدورة وحسم المتعلقات الخاصة بالشركات المشاركة في المعرض قرارات مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على إدراج وزارة التخطيط المشاريع الاستثمارية المرصودة في موازنتها لسنة 2023 وضمن الجدول المرسل من الحكومة والجدول المعدل من مجلس النواب المرافق لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 التي تتضمن ألف مليار دينار لمشاريع صندوق العراق للتنمية وخمسمائة مليار دينار لمشاريع صندوق المحافظات الأشد فقرا وخمسين مليار دينار لمشاريع أعمار سنجار وسهل نينوة وألفين مليار دينار لمشاريع إنشاء البنى التحتية في المحافظات إزاءة تنمية الأقاليم كما تتولى وزارة التخطيط أخذ الإجراءات اللازمة لمناقلة تخصيصات المشاريع الواردة أعلى وفقا لقانون الموازنة الاتحادية وتنزيلها من موازنة وزارة التخطيط وإضافتها إلى موازنة الجهات المعنية وبمبلغ ألف مليار دينار لموازنة صندوق التنمية لسنة 2023 وتتضمن مشاريع مختلفة لقطاعات التربية والصناعة والزراعة والتحول الرقمي والبيئة والسكن فضلا عن إضافة تخصيصات بمقدار خمسمائة مليار دينار إلى المحافظات الأشد فقرا وهي محافظات المثنى والديوانية وميسان وفي مجال الإصلاح الإداري وضمن مسار تقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة وحسب ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية أقر مجلس الوزراء تثبيت 41 مديرا عاما وذلك بعد تقييمهم وفق آليات ومعايير للعمل صادق عليها مجلس الوزراء بموجب القرار 2324 إذ حصل المعنيون على تقييمات إيجابية من قبل الساد الوزراء ورؤساء الجهاد غير المرتبطة بوزارة وكذلك من لجنة التقييم والأجهزة المعنية النزاهة ديوان الرقابة المالية المساءلة والعدالة والتسجيل الجنائي والمركزي وقد جرى تثبيتهم استنادا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 2333 المتضمنة تخفيض سعر منتوج النفط الأبيض في إقليم كردستان العراق ليصبح 250 دينارا للتر بدلا من السعر السابق البالغ 500 دينار للتر دعما من الحكومة الاتحادية لمواطني محافظات الإقليم ولمدة أربعة شهور ابتداء من واحد كانون الأول 2023 قرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة بمبلغ 638 مليون دولار فقط ضمن تخصيصات السلة الغذائية لعام 2023 استناداً لقانون الموازنة العامة الاتحادية ولغرض إكمال تنفيذ البرنامج الحكومي قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 23.033 المتضمنة إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة واستئناف شركة الأنساب للمقاولات العامة وشركة أبراج الأنساب للمقاولات العامة العمل بمشروع الدغار السكني في محافظة الديوانية وفقاً لما جاء في كتاب دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمؤرخة في 28.01.2023 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي صرف وزارة المالية سلفة تشغيلية بمقدار 10 إلى 20% إلى شركات وزارة الموارد المائية التي يحال إليها العمل بشأن تنفيذ مشروع ريّد جزيرة الشرقي في محافظة نينوى استناداً إلى الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية 23.035 المتضمنة إلزام المحافظات كافة بإبداء التعاون التام والتسهيلات المطلوبة لإنفاذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 المتعلقة ببناء أقسام الرعاية الاجتماعية واللجان الفرعية وتأثيثها بالتنسيق بينهم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 23.032 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقبة 779 على 2.155 طريق الخضر التابعة إلى مديرية بلدية الحمدانية بدون بدل إلى أبريشة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك لإنشاء مقر الرئاسة الإسقفية لأبريشة الموصل وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات محظر اجتماع للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروع المستشفيات العامة وفق كتاب وزارة التخطيط في ستة كانون الأول 2023 وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه واحد الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من المدة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 2023 1214 لسنة 2023 بشأن تقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي اثنياً التزام وزارة الصناعة والمعادن بأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 وتقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد أقصاه نهاية شهر آذار عام 2024 قرار وافق مجلس الوزراء على تزديد شبكة الإعلام العراقي مبلغ عقد نقل مباريات الدور العراقي لكرة القدم للموسم 2023 إلى 2024 على القناة الرياضية العراقية البالغ عشر مليارات دينار فقط دفعة واحدة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم عند التعاقد قرار وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار المجلس المرقم 705 لسنة 2023 بحسب ما مثبت في كتاب وزارة المالية والمتعلق بالتوقيع مع الجانب الياباني بشأن قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا المتعلق بمشروع تحسين تجهيز الماء في مدينة السماوة قرار وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بقراره المرقم 358 لسنة 2021 فيما يتعلق بديون المؤسسات الإعلامية وتمديد نفاذيته لنهاية السنة المالية للموازنة الاتحادية في 31 كانون الأول ألفين وخمسة وعشرين مع العمل بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص بما لا يتعارض مع هذا القرار شكراً